مع اياد دهماني المهرجانات الناس برشا ناس يحضروا برشا دي سبكتاكل اللي معتاك كامبلي عقيشي فرمي ولكن ان كنتر بارتي كنشوفوا بقية العام في وسط العام نقاو كازيما مع الناس حياة ثقافية اليوم في تونس وهذا يطرح موضوع متع السياسة العمومية في مجال الثقافة يطرح مسئلة الانتاج الثقافي يطرح مسئلة وقتاش تتولي عنا صناعة ثقافية كومي لفو في البلاد معنتها فيه برشا نقاط اللي يزم نشوفوها اولا فما جانب انه راهو منج مش نكتفيه فقط بانه راهو الثقافة سيقام مخشي كهو الناس تنتج وتبيع وانتهي الموضوع على خاطر احنا اليوم نعرف مرشي صغير بلاد صغيرة مينجمش المرشي هدايا وحده يمول الانتاج الثقافي دونك هدايا معطي دايور برشا دول في العالم بخيلوا شواء انها انها تمول الانتاج الثقافي شوفوا في فرنسا سولو تيتر متاع الاكسبسيون كولتوريل ولا حتى في بريطانيا ولا في غيرها ايه سورتو انه في العالم مسئلة الحياة الثقافية ماشي مسألة موسمية صحيح نحن خوفها مهرجان اتفهم مواسم فيها حركية اكتر ولكن اليوم كيتشوف كبريات العواصم في العالم تمشي البريز بش تاخذ تيكي في مسرحية ولا في سبكتاكل في وصل عاما نحكيه على فيفري ولا مارس راهو يزمك برشا وقت قبل على الفم حاجات مثلا مش تمشي للأوپيرا ولا مش تمشي الكوميدي فرانسيز تمشي أمريكا تمشي نيويورك تمشي برودوي كيف كيف تونجيهم بعض للوديو فيزويل والانتاج السينما وغيره ولكن خلينا في السبكتاكل كو سواء مسرح ولا غناء اللي هو تمشي للقاهرة كيف كيف السبكتاكل معناتها من الستينات من الخمسينات حاجات نذكر زعيم عادل يمام كان مسرحيات وكل يوم تتعرض معناتها مش مرة في القردش هو مش هو بركة هو محمد صبح برشاني سخري وغيره احنا للأسف ما وصلناش لهذا في تقديري انه سياسة الدعم متاعنا غالطة منش بش ندخل هنا في كل موضوع شكون ياخذ دعم وشكون ماخذ ولكن انه مثلا احنا اليوم ندعمه من خلال انه نجي السبكتاكل وقول انا نخلصك السبكتاكل المهرجين وإلا مثلا هما في المهرجين الصيفية يقولوا السبكتاكل هذي مدعوم كيف مهرجين يبرمجوا دجا عنده مبلغ اللي بيش ياخذوا على البرمجة هذيك في تقديري كنبدلوا السيستام نربحوا اكثر حاجات اولا ساعة يفوك ريالة تراديسيون بتاع انه الناس في وسط العام في وسط الجامعة في الويكيند تمشي المسح تمشي السبكتاكل تمشي الفضائت هذيه وهنا لو نغيروا طريقة الدعم بحيث انه مثلا نقولوا انه وزارة الثقافة كي بيشتدر عامان سبكتاكل مش نعطي فلوس لا للمنتج ولا للمنظم نجي نشري تساكر وتساكر هذوكم مثلا نجي كل سبكتاكل نشري خمسين بالمئة من تساكر ونعمل اتفاقية مع وزارة التربية وإلا وزارة التعليم العالي وإلا مع فضائط وتساكر لكم نعطيهم للتلامذة نعطيهم للتالبة نعطيهم دجا جو جو جارانتي ان تودو رمبليساج للسبكتاكل جو كري التقليد انه تمشي ودعم يكون محسوس وانا وقتها ما عادش ندعم المستهلك اللي هو يلوج بش يمشي ويحضر هذي دجا ينجم يغير برشة حاجات ينجم يعطي اليوم مثلا نراهم كتشوف انتجيات داخلية روما عاد أبار مهرجين صيف وفهم حد شي فم حد شي فماش قاعة متاع سينما ما فماش عرض ما فماش سبكتاكل هذي ينجم يتغير على خاطر انت انتروب تياترال كتعرف ليهي بش تمشي للقرية الفلانية رهي اتساكر متاعها دجا مبعين دانك السرعة موتيفي بش تمشي ونخلقوا الحيوي هذي هذي جينب جينب الثاني هو الى بروديكسون اوديوفيزيويل اللي اليوم رهو ماهوش معقول ماهوش معقول انه بلاد كاملة عانزوز مسلسلات في العام على خاطر رمضان زاد فم الاشهار اليوم كتاخذ انت مثلا ناخدوا الاجزامبل متاع فرنسا رهو في الكييد شارج متاع القنوات التلفازية عندهم انونجاجمات متاع سوبونسيون دو الى بروديكسون اوديوفيزيويل اليوم كتجي تشوف انت الافلام اللي نتفرج ونشوف افلام كبير احنا جي تلقى مثلا فرنس 2 ولا في الجينيريك ولا كانال بيوس ولا فرنس 3 ولا غيره علش على خاطر سينو بليغاسيون لغال متاعهم انو معتها يوم بروبورسيون مش شفر دفير تمشي للبروديكسون لوكال هذي احنا زادا ما زال غايب عنا وراه الكلفة بتاعه معناتها اليوم كنقولو انو تونس بيش تحط ان بيجي للبروديكسون اوديوفيزيويل كو سواء خاص ولا في العام خلي مش نعطيك انا اكزامل خمسين مليار اللي هو مبلغ محترم ينجم يعطينا اون ديزان دو بروديكسون على العام يجي تقيس على ميزانية الدولة احنا عنا ميزانية الدولة بسبعين الف مليار وانتي على سبعين الف مليار بيش تقول انا بيش نزيد خمسين هذي بيش تمشي البروديكسون اوديوفيزيويل تو تشوف قدش بيش تخدم دي تكنيسيا قدش بيش تخدم كوميديانية قدش بيش تخدم معناتها الناس في المجال الفني دونك الفورو فور السياسة العمومية في مجال الثقافة على خطر رغمهوش طبيعي انه علاقتنا بالثقافة تقف بموط المصطيف شهرين نعمل فيهم مارجانات ونرجع وين كلنا انا مناجم كان نظم صوتي لصوتك لانه زادة كيف كيف لانه بالثقافة معناه تبنى الشعوب و هل نكسل عنا مديدة عايشين فيها لانه تراجعة الثقافة ودور الثقافة بالرغم من انه نحييه بعض المحاولات تقعد ديما محاولات شخصية يلجم يلجم تكون عنا سياسة ثقافية للدولة التونسية تحددها ألا للدولة والدولة تكون راعية للثقافة راو مش نحكيه عليها في فرنسا الدولة راعية للثقافة حاجة معناه في أمريكا إلى ما آخر ذلك ونذكره ديما روزفيلت العظيم وما أدراك من أقوى رؤساء القرن العشرين اللي عمل نيو ديل واللي دخل فيه نيو ديل لديمونسيون كولتوريل وبها هي يمكن أمريكا ولت قوة عظمى في العالم بعد الحرب العالمية أثنين يعطيك الصحة ييد